الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بالتربية المذنية خد الصفحة 134 اللي هي طبعا تتعلق بالقسم السادس ابتدائي الجديد في الاجتماعيات قلنا الصفحة 134 نعم العنوان هو تذبير الاختلاف وحل النزاعات سلميا ونبذ العنف إذن عدنا الاختلاف والنزاعات ثم العنف نعم إذن هنا أنبذ العنف عن وعي وأتعلم حل النزاعات بطريقة سلمية طريقة سلمية أمهد لتعلمي الاختلاف بيننا طبيعي لأن كل إنسان فريد من حيث صفاته وطباعه وآراؤه كما أن النزاعات تحدث أحيانا في حياتنا لكنها لا يجب أن تستور أبدا إلى عنف ما الفرق بين الاختلاف والنزاع والعنف؟ إذن سنتعرف على الفرق بين الاختلاف والنزاع والعنف جيد ما القواعد التي تساهم في تدبير الاختلاف وحل النزاعات سلميا إذن القواعد التي تساهم في تدبير الاختلاف وحل النزاعات سلميا ثالثا أدرس وكيف أدرس وضعية عنف وما العمل لنبذيه في محيطي طبعا عنف ضد النساء أو أطفال أو طبعا شغب في أحدى الملاعب أو غير ذلك أنجز أرشيطاتي النشط الأول أميز بين الاختلاف والنزاع والعنف وأدرك خطورة هذا الآخر العنف إذن أولا شنو؟ عن التمييز بين الاختلاف والنزاع والعنف التمييز بين الاختلاف والنزاع والعنف سنرى أتعرف الفرق بين الاختلاف والنزاع والعنف نعم أقرأ النص وألاحظ الرسوم بدأ كل شيء بتباين في وجهات النظر بين باهي وبشير حول تقييم مباراة في كرة السلة شارك فيها فريق المؤسسة لكن النقاش احتد بسبب تعصب كل منهما لرأيه فعلت أصواتهما كان بالإمكان أن يفقف الأمر عند هذا الحد لكنه تطور إلى عراق بالأيدي سقط بسببه أحمد على الأرض نعم هذا حكيم الشهيد يعيد لنا ما حدثت إذن أقرأ النص حول تقرأتهم أكثر من مرة استنتج خاصية كل مرحلة من المراحل التي مرت بها العلاقات بين باهي وبشير أعرفه إذن المرحلة الأولى هو تباين في وجهات النظر فهذا ما يسمى بالاختلاف تباين في وجهات النظر ثم مرحلة الثانية النقاش احتدى احتداد أو اشتداد النقاش بسبب تعصب كل من رأيهما فهذا فعلت أصواتهما إذن تعالت أصواتهما إذن هنا وقع نزاع لأن احتد النقاش بسبب تعصب كل من رأيهما فعلت الأصوات إذن هنا النزاع كان بالإمكان أن يقف طبعا عند هذا الحد لكنه تطور إلى عراق إذن العراق هنا مرحلة العنف تطور إلى عراق بالأيدي سقط بسببه أحمد على الأرض نعم إذن المرحلة اللولة هنا اختلاف في الرأي هنا هو ارتفع الصودي المعالد صوتهما هنا نزاع وهنا لاحظوها الدربة إذن هنا العنف استعمال العنف هذا ما سنرى طبعا في الإجابات دينا هنا إذن المرحلة الأولى مرحلة الأولى قلنا الاختلاف والاختلاف عادي طبعا في وجهة النظر هنا نزاع ارتفع الأصوات وتعصب كله حين قرأيه هنا استعمال العنف نعم أستحضر من خلال تجربة وما ناتج ذلك نعم سنقوم بتجربة إن شاء الله أستعين بخاص كل وضعية لاقتراح تعريف للخلاف والنزاع والعنف نعم إذن تسمية الاختلاف كان تباين في وجهة النظر كما جاء في قول حاكيم نزاع يعني ارتفع الأصوات علت أصواتهما العنف كان هناك عراق إذن من مرحلة تعريف لشنا هو الخلاف والاختلاف والرحمة نعم الاختلاف وهو تباين في وجهة النظر قد يؤدي إلى نزاع إذن ولا يدل على قطع الصلة ليس هناك معارضة لا يدل على قطع الصلة أي لا يفسد العلاقات والنزاع ومعارضة على الشخص أو سوء تفاهم بين الشخصين سوء تفاهم أو أكثر مما يدل على قطع الصلة وهو ناتج عن الاختلاف يعني الاختلاف تطور إلى نزاع والعنف طبعا العنف سلوك عدواني يستعمل القوة ويلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات وهم منوع قانونا وله أثر ضريغ على المجتمع وأثر سلبي على العيش المشترك إذن هذه التعارفة هي الاختلاف والنزاع والسلوك العدواني اللي هو العنف الآن نمر إلى طبعا عدنا خمس نقط نقط لفهم العنف والوعي بأبعاده العنف سلوك عدواني يستعمل القوة يلحق أضرار بالأشخاص والمتلكات لا شيء يبرره على الإطلاق ممنوع قانونا وله أثر ضريغ على المجتمع يعني يؤدي إلى الكراهية إلى الحقد إلى الحسد والأضرار دياله أضرار دياله بالأشخاص والممتلكات إذن هنا قلنا أتخيل ما يفكر في كل مده ويشير أخاطب كل منهما أخاطب كلما بجملتين تعبره عن سنرى هذه الناشطة وهذا إذن كما قلنا العنف يعني سلوك عدواني هنا نستحضر في مجموعتنا التعريف أعلى هذا التعريف ونرصد سلوكات عنيفة تقلقون وتؤثروا في عيش المشترك مثلا أخذنا المدرسة فسلوك عنيف ققعوا وعيراك بين الطفلين في القسم السادس قد نأخذ مثلا الملعب ملعب كورة القدم قد نأخذ مثلا الملعب في حديقة قديقة عادة الفضل ممعب بين الطفلين في القسم السادس الفاعلان ياسين وإصحاء طفلان الأضرار جروح خطيرة أدت بأحدهما إذن الأطرع للعيش المشترك هو أنه خلق العذاوة الكراهية أثر سلبي على العيش المشترك كان له أثر سلبي على استخلص من أنشطته أهمية الحيلولة دون العنف يعني تجنب العنف إذن لا ينبغي حل النزاعات بالعنف نتواصل فيما بيننا نبحث عن حلول ترضينا ليس أرد ترضينا ونتفق عليها ونعمل بها إذن أهمية الحلولة دون العنف فهو يؤدي طبعا إلى حل نزاعات سلميان ووصول إلى اتفاق يرضينا ونعمل به هذه طبعا هذه الجملة هذه يعني أخاطبها الطفل لهم لا ينبغي حل النزاعات بالعنف بالنسبة لهذا أخاطبهم لا ينبغي حل النزاعات بالعنف نتواصل معيننا نبحثوا عن حلول ترضينا ونتفقوا عليها ونعملوها أما بالنسبة أهمية اللي قلنا الحيلولة دون العنف لأن العنف سلوك عدواني يسع من القوة وبالتالي يكون عنده أضرار للأشخاص والمتلكات ويكون عنده أثر سلبي على العيش المشترك هنا النشط الثاني أتعرف كيفية تدبير الاختلاف وحل النزاعات إذن كيفاش ندبر تدبير الاختلاف وحل النزاعات نعم ها هما باشير وباهي تصافحان تدبير الاختلاف أولا أتخيل نهاية الاختلاف بين باهي وباشير دون أن يصل الأمر إلى النزاع قبل ما يوصل النزاع إذن ما هو موضوع الاختلاف لكي عندنا في ذلك النص تقييم مباراة في كرة الزلة إذن نهاية مقترحة احترام وجهة نظر كل واحد ويعي كل فرض بأن الاختلاف أمر طبيعي هذه من بين الحوج أول حاجة احترام وجهة نظر كل واحد يعي كل فرض بأن الاختلاف أمر طبيعي طبعا بنتهم ينبغي أن مثلا أن أذكر إيجابيات الطرف الآخر الطرفان باهي وباشير تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي للنزاع إذن السبب هو أننا ينبغي تجنب كل ما يؤدي إلى يطور أو يتحول إلى نزاع وثم إلى عرا نعم بالنسبة لها نشوف سؤال الموالي قالنا أستخلص من تعلماتي القواعد التي عمل بها باهي وباشير لتدبير اختلافها في الرأي وتخيل الحوار المناسب إذن شنين القواعد التي طبعا عملوا بها سنرى هاي القواعد التي عمل بها باهي وباشير لتدبير اختلاف في الرأي يعني كل منهم يقول أن رأيه كباقي الرأي الآخر قابل للنقاش يعني ليس تعصى بالرأي كل الآراء تحترام يتم النقاش في إطار الاحترام المتبادل فهذا يؤدي إلى طبعا النهاية الاختلاف دون التحول إلى النزاع طبعا هنا قالوا حل النزاع بالطرق السلمية تنشأ النزاعات بالتفاعل بين الناس الذين يعيشون في جماعة لكن إذا كان من الصعب تفاديها في بعض الحالات فإن حلها درون ممكن لاحظوا مثل الوثيقة الأولى طفلان طبعا ربما هالطفل تقول له إن اللعبة لي وهو يقول اللعبة له هنا عدم إنصة للآخر الكل فهمت متعصب برأيه وكل يتحدث عدم إنصة لرأي الآخر هكذا يتعصب بالرأي لاحظوا جيدا سنرى هنا أصفوا ما حداد قالوا كنت طرفا في وضعية نزاع حد نزاع أصفوا ما حداد أين ومتى ومان أذكر الساب الرئيسي وهو مقبول ثم أذكر كيف انتهى ذلك النزاع وهل وجد حل أذكر ما إذا كان الطرف محايدا الوساطة قد تدخل في حل النزاع وما دوره كنت تسمى دور الوسيل مثلا سألعب بلعبة اشتريتها بمناسبة عشرة لكن ابن جارنا كانت قد ضاعت منه لعبة شبيهة للعبتي فطالبني بإرجاعها معتقدا أن اللعبة ملكه فعلت أصواتنا انتهى النزاع بتدخل جاري العم صالح إذا كانت الوساطة حيث طالبنا بإعطاء علامات توجد في اللعبة يعني إذا كانت لعبة لك فأعطني علامات واحدة إشارات تدل على أن اللعبة ذلك فوصفت له اللعبة بشكل دقيق فأعطاها إلي ولكن كان رجلا كريما صخيا حيث اشترى لبني جاري لعبة أخرى أولا كانت الوساطة ثم وصفت له اللعبة بشكل دقيق تبين أن اللعبة لي ولكنه رغم كل هذا وذلك اشترى اللعبة للطرف الثاني هذا يوضع مثلا هنا قالوا أتعرف قواعد أساسية لحل النزاعات نهدأ الأحاسيس طبعا يعني عندما نهدأ الأحاسيس ل طبعا إيجاد الحل استعداد لإيجاد الحل نتواصل فنقول ماذا حدث لنا نبحث عن حل من يرضينا يعني إيجاد الحل ونتفق عليه ونعمل به فكلنا طبعا رابح نستنتج أهمية كل مرحلة ودور التواصل خاصة نعم عدنا هنا سنرى كل مرحلة 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 استعداد لإيجاد الحل ثم هنا ماذا حدث لنا نتواصل بيننا وهنا إيجاد الحل وهنا تطبيق إذن أهمية نهدأ بالأحاسيس نهدأ بالأحاسيس يعني الهدوء من أجل استعداد لإيجاد الحل وتجنب تطور الاختلاف إلى نزاع وقد يصل إلى نتواصل لصع الناشيط لبعضنا البعض من أجل معرفة ما الذي وقع وما أحاسيس هنا طبعا نبحث عن حل يرضينا كما قلنا ثم نتفق عليه ونعمل به إذن 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 استندى لتعرف الوسطة نتخيل وما سيقوم به طبعا الواسط سنرى الواسط هنا هالتعريف الواسطة تدخل لشخصين محايد لتجاوز النزاع من صفاته سيانة سيط على الحوار ثم إيجاد حل عادي ودائم بأنفسهم سنرى هالتصفحة 132 إن شاء الله هنا قلنا أهمية كل مرحلة أن أكتشف عجلة المشاريع وأصنع عجلتي ولاحظ العجلتين وأقرأ عنوان ومضمون كل منهما إذن هنا عدنا أتحكم في مشاعر الغضاب هنا أعزز المشاعر الإيجابية تجاه الآخر إذن هنا باش نتحكم في مشاعر الغضاب كما أقرأ أرسم الغضاب أمارس الرياضة أتنفس بعمق هنا أعزز المشاعر الإيجابية تجاه الآخر يعني أتذكر اللحظة التي ضحكنا فيها الذي أفكار عما يمكن قيام به أقول أحسن ما يعجبني في الطرف الآخر ثم عدنا بالنسبة أتحكم في مشاعر كينا أشتغر أقرأ القرآن في أقراء القرآن تهدئ القلوب تطمئن أستمع إلى الموسيقى طبعا تربع ويا أقرأ مجلة أقرأ قصة أتجول طبعا في الحديقة أتجول في الحديقة هنا من بين أتذكر عزز المشاعر الإيجابية تجاه الآخر أتذكر ما قام به في مساعدة طفل يونس تحطف من دولة الحديقة الخاصة يعني إيجابية في أنه يقوم بمساعدة أطفال دولة الحديقة الخاصة طبعا يقوم بأعمال تضامنية وتعاونية فطبعا إذن هناك مشاعر إيجابية تجاه الآخر نعم ما أهمية تفكير الإيجابي في الآخر سنرى ما أهمية تفكير الإيجابي في الآخر إذن قلنا هنا هل غضب إحساس طبيعي نعم الغضب إحساس طبيعي أضيفه ممارسات لتحكم في الغضب هي اللي قلنا عفوا أقرأ القرآن أستمع الموسيقى أقرأ مجلة قصة أتجول في الحديقة ما أهمية تفكير أهمية تفكير إيجابي في الآخر هو أنه يساعدنا على تدبير الاختلاف وعدم تطوره حتى لا يصبح نزاع وأهمية إيجابي يكون تواصل جيد وإيجابي والوصول إلى نتيجة قبل التحول إلى نزاع أو عنف نعم أوضف تعلماتي طبعا أستكمل أقرأ أوضف تعلماتي حتى لا يتحول إلى عود أو يؤثر على العيش المشترك وممكن بطرق سلمية والتحكم في مشاعر الغضب تعزيز المشاعر الإيجابية تجاه الآخر طبعا تتمت هذا الدرس سأقوم بإنجازها عاما قريب وأضعها إن شاء الله في علبة الوصف النشاط الثالث سأضعه إن شاء الله في علبة الوصف بعدها سأقوم بوضع ملخص شامل لهذا الدرس دمتم في رعاية الله